السلام عليكم ورحمة الله طلبة وطلبات الصف الأول السنوي إن شاء الله النهاردة هنحلم مع بعض أسئلة المقال على درس جزيئات البيولوجية الكبيرة ودرس الكربوهيدرات في كتاب الامتحان نقول بسم الله السؤال الأول بيقول كل الجزيئات التي تحتوي على زرات الكربون تعتبر جزيئات حيوية كبيرة ما مدى صحة العبارة مع التفسير طبعا العبارة دي خاطئة التفسير إيه؟ إن إحنا عندنا جزيئات غير عضوية بتحتوي على زرات الكربون زي كربونات الكالسيوم زي كربونات السوديوم زي ثاني أكسيد الكربون وكمان عندنا جزيئات صغيرة بتحتوي على زرات الكربون زي المونيمرات السؤال الثاني بيقول ما الجزيئ الناتج عن اتحاد جزيئ من سكر العنب مع سكر العنب إحنا عارفين إنه هو الجلوكوز هيتحد مع إيه بقى واحد جزيء من سكر الفاكه اللي هو الفراكتوز يبقى الجلوكوز مع الفراكتوز هيدينا سكر سنائي الساكروز اتحد سكر العنب مع جزيء من سكر العنب يبقى جلوكوز مع جلوكوز هيدينا سكر سنائي مالتوز سكر الشعير السؤال الثالث بيقول ما أوجه الشبه والاختلاف بين الماء والجلوكوز أوجه الشبه هنكتب الصيغة بتاعة كل واحد منهم الميا H2O الجلوكوز C6 H12O6 يبقى نقول أوجه الشبه أن كل منهم بيحتوي على زرات الهايدروجين وزرات الأكسوجين كمان هنلاحظ أن النسبة ما بين الهايدروجين والأكسوجين بنسبة 2 ل1 في الميا والجلوكوز كمان هنقول أن الاثنين مهمين للحياة احنا عارفين أن الجلوكوز مونيمر لبوليميرات جزائقات بيولوجية كبيرة الحجم اللي هي الكربوهيدرات ودي مهمة وضرورية للكائن الحي والميا برضو مهمة وضرورية للكائن الحي بالنسبة لأوجه الاختلاف هنقول أن الميا من الجزائقات الغير عضوية والجلوكوز ده مونيمر للبوليميرات اللي هي الجزائقات البيولوجية كبيرة الحجم ودي من الجزائقات العضوية السؤال الرابع بيقول إذا علمت أن شكل واحد يمثل بلاستيدة مخزنة للنشا في درنة البطاطس يبقى رقم واحد ده نشا الشكل اتنين يمثل ميتوكوندريا في خلية عضلية وكانت سين وصاد وعين مواد تستخدمها الخلايا في العمليات الحيوية ومدينا شكل واحد ده في مادة سين شكل اتنين في مادة صاد وبعد كده المادة صاد دي طلعت مادة عين وبعد كده لجميع خلايا الجسم السؤال الأول بيقول اكتب ما تدل عليه كل من المادة صاد والماد عين بداية هنحط أن الشكل واحد ده زي ما قالنا أنه هو النشا يبقى المادة سين نشا طيب بعد كده بيقول لنا أن الشكل اتنين ده ميتوكوندريا في خلية عضلية معنا كده نقدر نقول برضه أنه الشكل مادة سين لما بتتحلل بتدينا الجلوكوز يبقى المادة صاد دي ايه؟ الجلوكوز الجلوكوز اللي هو صاد لما بيتأكسد بيدينا طاقة بنحصل بعد كده بتتخزن فين في المادة عين اللي هي الاتب يبقى صاد هي الجلوكوز وعين هي الاتب أهمية المادة عين هنقول أن المادة عين أن لما بيحصل أكسدها للجلوكوز ويتم تخزنها في الأدينوسين سلاسي الفوسفات في الميتوكوندريا بعد كده أن الاتب بيتم توزيع الطاقة من خلاله على باقي أجزاء الخلية لتقوم بالنشاطات الحيوية للخلية السؤال الثالث بيقول ما المركب الناتج عن اتحاد جزيئات عديدة من المادة صاد مع بعضها في الحيوان نركز مع بعض أن إحنا عندنا الإنسان والحيوان زي بعض النبات يختلف طيب المادة صاد اتفقنا أن هي الجلوكوز إيه اللي يحصل لما جلوكوز مع جلوكوز مع جلوكوز جوه الحيوان اتفقنا أنه هو بيجمع مع بعضه ويدينا الإيه الجلايكوجين السؤال الرابع بيقول ما أوجه الشبه والاختلاف بين المادة سين والمادة صاد المادة سين دي اللي هي النشا المادة صاد اللي هي الجلوكوز أوجه الشبه أن الاتنين من الكربوهايدرات وبيحتووا على كربون وهيدروجين وأوكسوجين في تركبهم أوجه الاختلاف أن النشا دي من الكربوهايدرات السكريات المعقدة ومادة صاد من السكريات الأحدية البسيطة المادة سين اللي هي النشا لا تزوف في الماء ليس لها طعم حلو ووزنها جزيئي عالي بينما المادة صاد اللي هي الجلوكوز دي من السكريات البسيطة اللي بتدوف في الماء لها طعم حلو لها وزن جزيئي صغير السؤال الخامس بيقول يعتبر كل من النشا والجليكوجين بوليمرات لسكر الفراكتوز زرة الكربون عند 6، الهايدروجين عند 12، الأكسوجين عند 6 يبقى سين ده C6H12O6 سكر أحادي غالباً بيكون الجلوكوز صاد الكربون عند 12، الهايدروجين عند 22، والأكسوجين عند 11 يبقى ده سكر سنائي C12H22O11 السؤال الأول احنا جاوبناه يمثل كل من المركبين ده سكر أحادي وده سكر سنائي السؤال الثاني بيقول إذا كان سين جزء من المركب صاد فما هو المركب صاد عندما؟ احنا قلنا إن سين ده جلوكوز وصاد ده سكر سنائي ألف بيقول يوجد في اللبن يبقى صاد ده عندنا اللاكتوز لأن اللاكتوز متكون من جلوكوز وجالاكتوز باء يتكون من جزءات متمثلة يبقى صاد ده مين؟ المالتوز اللي هو عبارة عن جلوكوز وجلوكوز جيم يوجد فيه القصب يبقى صاد ده مين؟ السكروز اللي هو عبارة عن جلوكوز وفاركتوز السؤال الثالث بيقول ماذا يحدث عند اتحاد العديد من جزءات المركب صين مع بعضها داخل جسم الإنسان؟ للسائلين جلوكوز وجلوكوز وجلوكوز داخل جسم الإنسان لما يتحدوا مع بعض بيدون إيه؟ بيتخزنوا على هيئة جلايكوجين في الكبد والعضلات طيب السؤال السابع بيقول أوجه الشبه والاختلاف ما بين الجلايكوجين والجالاكتوز للسائلين تقريبا شبهوا أن الجلايكوجين والجالاكتوز كلهما من الكاربوهيدرات وكلهما بيدخل في تركيبه الجلوكوز وجلوكوز كلهما بيدخل في تركيبه الكاربون والهايدروجين والأكسوجين أما أوجه الاختلاف هنقول إن الجلايكوجين ده من السكريات المعقدة والجالاكتوز من السكريات الأحدية البسيطة وهنقول للفرق ما بين السكريات المعقدة والسكريات البسيطة السكريات المعقدة إنها لا تزوف الماء وزنها جزئي عالي ولاس لها طعام حلو بينما السكريات البسيطة تزوف الماء لها وزن جزئي منخافض ولها طعام حلو السؤال الثامن بيقول ما اسم العملية التي تتم فيها اتحاد جزئين من سكر الجلوكوز لتكوين جزئ من سكر المالتوز العملية دي اسمها إيه؟ عملية البلمرة وإلى أي نوع من السكريات ينتمي الجلوكوز والملتوز؟ الجلوكوز ده من السكريات الأحدية بينما المالتوز هو من السكريات السنائية أكمل المخطط السؤال الرقم 9 بيقول أكمل المخطط التالي وحدد نوع السكر مدينا هنا شكل مخطط وكاتب 1 2 3 4 عاوز يعرف رقم 1 هيكون الجلوكوز وهيتحد مع الجلوكوز هيدينا رقم 2 اللي هو المالتوز طيب رقم 1 التفانن هو الجلوكوز هيتحد مع الجالكتوز هيدينا 3 اللاكتوز رقم 1 الجلوكوز هيتحد مع 4 اللي هو هيبقى يبقى الفاركتوز عشان يدينا مين السكروز يبقى 1 جلوكوز 2 مالتوز 3 اللاكتوز 4 فاركتوز السؤال العشر بيقول في الشكل البياني المقابل يوضح عدد زرات الكربون في مركبين عضويين سين وصاد من الكربوهايدرات ادرسه ثم اجب عندنا هنا سين الكربون بخمسة وصاد بخمسة يبقى الكربون ده بخمسة يبقى ده سكر الريبوز سي خمسة اتش عشرة وخمسة وصاد مديهولنا عن ده 6 يبقى سي 6 اتش 12 و6 يبقى السين ده الريبوز وصاد ده الجلوكوز السؤال الاول بيقول ماذا قد يمثل المركب سين واين يوجد اتفعنا ان السين ده كربون خمسة يبقى ده الريبوز يوجد فين في الار ان اي اتنين السؤال التاني بيقول ما مصير المركب صاد في خلية ورقة النبات صاد ده اللي هو مين الجلوكوز في ورقة النبات يبقى ممكن مصيره يبقى ايه والله هيبقى ليه 3 مراحل او 3 مصاير المصير الاول انه ممكن من نبات يستهلك الجلوكوز في الطاقة مباشرة والقيام بالعمليات الحيوية واستهلكه في الطاقة المصير التاني انه هو يدخل فيه تركيب السليلوز المهم لتكوين جدار الخلية المصير التالت انه الجلوكوز يتم تخزينه على هيئة نشا في النبات طيب السؤال التالت بيقول الصيغة الجزائية لكل من سين وصاد اتفعنا ان السين هو سي 5 اتش 10 او 5 الريبوز صاد هو الجلوكوز سي 6 اتش 12 او 6 السؤال 11 بيقول قارم ما بين بوليمر الجلوكوز في النبات سؤال 12 بيقول الشكل التخطيطي التالي يوضح احد السكريات في النبات من خلال ذلك اجب مدينا هنا شكل مونيمرات متحدة مع بعضهم مدينا بوليمر بوليمر ده في النبات اذا السكريات كل سكر اهو سكر سداسي معنا كده ان دي جلوكوز 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 ارتبطوا مع بعض دون ايه دون ايه اما نشا ياما سيليلوز لانهما في النبات سؤال الاول بيقول ماذا يمثل هذا الشكل الشكل ده ياما سيليلوز ياما نشا وما اهميته بالنسبة للنبات والله لو نشا يبقى اهميته ان هو بيخزن في النبات علشان نستهلكه في مبعد للطاقة اما بالنسبة لو هو سيليلوز يبقى بنستخدمه في تركيب الجدار الخلوي جدار الخلية السؤال التاني بيقول كيف يساهم هذا الشكل في انتاج الطاقة في الخلية ده بالنسبة لمن بقى للنشا ان النشا هيتحول يدينا جزيئات من الجلوكوز اللي بيتم اكسادتها وخروج الطاقة منها ثم بعد كده تخزن في الاتب في الميتوكوندريا وبعد كده الاتب بيتم توزيع الطاقة على باقي اجزاء الخلية اللي تقوم بالعمليات الحيوية السؤال 13 بيقول اضافة قطرات من كاشف بنيدكت الى محلول الشعير يعطي نتيجة ايجابية ما ده صحة العبارة مع التفسير طبعا العبارة ده خاطئة لمحلول الشعير ده ملتو السكر سنائي واحنا عندنا بنيدكت ده بيكشف عن السكريات الاحدية فقط السؤال 14 بيقول مخطط التالي عندنا مركبسين ومدينا صاد يخزن في احد اعضاء الجسم عين يدخل فيه تركيب اللبن لام يكشف عنه باستخدام محلول اليود اكتب الحرف واسم المركب الذي يمثل كل منه واحد بوليمر نباتي طيب نبص كده عندنا مركبسين ده عرفنا انه هو مين الجلوكوز تمام عايز بوليمر نباتي عندنا لام يكشف عنه باستخدام محلول اليود عرفت منين عرفت لان اليود بيكشف عن النشا والنشا عبارة عن بوليمر نباتي يبقى واحد اللي هو لام اتنين عاوز بوليمر حيواني يقصد بمين الجليكوجين نبص كده فين الجليكوجين اهو صاد يخزن فيه اعضاء جسم الانسان اللي هو الكبد يبقى صاد اللي هو الجليكوجين يبقى رقم اتنين ده صاد رقم تلاتة عاوز سكر سنائي نبص كده ان عين يدخل في تركيب اللبن ويقصد بيه سكر سنائي اللاكتوز يبقى رقم تلاتة سكر سنائي عين اربع سكر احادي مقصد بمين طبعا مركب سين اللي هو الجليكوجين سؤال خمستاشر بيقول اعطي مثال لكل من مادة تعطي نتيجة ايجابية مع كاشف بندكت وتعطي نتيجة سلبية مع محلول اليود مين اللي بيعطي نتيجة ايجابية مع كاشف بندكت بالضبط السكريات الاحادية يبقى تقدر تقول اي سكر احادي انت حافظه جولوكوز جالكتوز فراكتوز رايبوز طيب السؤال الثاني بيقول مادة تعطي نتيجة ايجابية مع محلول اليود وتعطي نتيجة سلبية مع كاشف بندكت يقصب بيها مين النشا السؤال 16 ماذا هيحدث عند اضافة كاشف بندكت المسحوق الامح هيحصل حاجة محسحوق الامح ده ما هواش سكريات احادية يبقى كاشف بندكت مش هيتغير السؤال 17 ماذا هيحدث عند اضافة محلول اليود للارز المطحون اللي هو النشا يبقى محلول اليود هيضغير لونه للازرق الغامق نتيجة ليه انه بيكشف على النشا السؤال 18 في الجدول التالي يوضح نتائج تجربة اجريت على 3 محليل مختلفة عندنا سين وصاد وعين حط كاشف بندكت ومحلول اليود كاشف بندكت ادنا مع محلول سين لون بورطقاني يبقى دي نتيجة ايجابية وادنا مع صاد وعين مادناش حاجة ادنا نتيجة سلبية محلول اليود ادنا مع سين وصاد نتيجة سلبية والده أنا مع محلول عين أزرق معنا كده أن محلول سين ده سكر أحادي ومحلول عين ده إيه النشا في ضوء ذلك أجب حدد أي من محليل السابق رقم واحد لا يعتبر من الكرباهيدرات اللي هو مداش الده نتيجة سلبية مع بندكت ونتيجة سلبية مع اليود اللي هو محلول مين؟ صاد السؤال الثاني سكر جولوكوز اللي هو إحنا لسه قيلينه محلول سين سكر أحادي جولوكوز رقم ثلاثة محلول نشا قلناه اللي هو عين اللي هو عين اللي هو إده مع محلول اليود نتيجة إيجابية وبكده نكون خلصنا أسئلة المقال على درس الجزائيات البيولوجية الكبيرة والكرباهيدرات أتمنى تكونوا استفدتوا وأشوفكم إن شاء الله في دروس جاي السلام عليكم ورحمة الله